وما هي إلا لحظات انطلقت الآن الجيد في شوطها الخامس كما تشاهدون بانطلاقة قوية وسريعة على مسافة الألف ومائتي متر وكما تلاحظون انطلاقة قوية من قبل السهاد على ما يبدو طول بالك من الداخل في المركز الأول المتابعة أيضا من عملة عملة من الخارج في المركز الثاني وأيضا هناك محاولات لكل من المرشحين القويين محاذر من الداخل وبزود من الخارج وأيضا لبديع الشدايد والصدارة لطول بالك من الداخل محاولات محاذر لأخذ الصدارة في هذه الأثناء مع أخذ الجياد للطريق المستقيم وطول بالك متصدر في هذه اللحظات مع أخذ الجياد لطريق المستقيم وحاولات بزود لأخذ الصدارة الآن في آخر مئتي متر بزود بن الفح العالم ما شاء الله يتقدم ويأخذ الصدارة في الأمتار الأخيرة من هذا الشوت بزود مع محمد الدهام إلى خط النهاية معلين فوزه بالمركز الأول ألف مبروك إذن بزود بن الفح العالم